على الجانب الآخر بقى في هؤلاء يؤصلون على مرجعيتهم في المكفرين من أخرجوا الصوفية والتصوف من الدين وصفوه بأنه بضعة سيئة وأن هذا ليس كله من الدين في شيء وأنه حتى أعلام الصوفية الكبار اللي بيستند عليهم لم يقولوا بالصوفية وإنما كانوا يتحدثون في أمور روحانية بينهم وبين الله أو في علم يعني الروحانيات الخاصة بالمؤمن فيما يرتبط به مع الله سبحانه وتعالى ولا يوجد مسمى يسمى الصوفية أو التصوف لا ده كلام جهل لأنه يا ابو نعيم الأسبهاني في كتابه الحلية جاب أكثر من ثمانمائة تعريف للتصوف كده نصك التصوف وابن تيمية مثلا كان حريصا حرصا تاما على الهروب من عقلية الخرافة دفن في مدافن الصوفية وكان صوفين ابن القيم تلميسه شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعيد للهروي وهو من كبار أئمة الصوفية والكتاب في الصوفية ومدرج الساليكين في الصوفية لما جمعوا فتاة ابن تيمية رحمه الله المجلد العاشر والحضاشر السلوك والتصوف وهكذا فكان الشيخ عبد الحفيظ رحمه الله المكي ألف كتابا لطيفا مبوى موجود في الأسواق الآن أقوال أئمة السلفية في السادة الصوفية وجمع كل ما ذكر عندما عند أولئك الذين قيل أن عندهم انحراف عن الصوفية الكتاب موجود في الأسواق ممكن أنهم يشتروا ويقرؤوا ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب جاب عبارات كثيرة وهذا عند السادة المفسرين والفقهاء والسادة الصوفية وهذا لا ده بيستدل بيهم أن هذا عندهم وكذا فده دي من قلة الاطلاع وقلة التتبع وأيضا حب النفخ في النار علشان النار تشتعل في الجميع مولانا بعد انسحاب بشكل أو بآخر التشدد والتطرف والدعوة العنيفة من المجتمع المصري والمجتمع المصري وسطي بطبيعته منذ آلاف السنين تشغله الروحانيات وإشغاله البحث عن الله سبحانه وتعالى فأصبح هناك ما يشبه حالة ليس فراغا تاما وإنما وجود مساحات تحتاج لأن نشغلها هذه المساحات بما نشغلها؟ هل البحث عن الله سبحانه وتعالى من خلال الصوفية ومن خلال التصوف هو وسطية كافية تناسب المجتمع المصري في هذه الفراغات المتاحة أم أن هناك أمور أخرى يمكن أن تكون موجودة أيضا؟ لا بد علينا أن نتفهم أن الصوفية ليست حلا على الرف ده الصوفية أساس من أسس الدين الذي جاء أنا جبريل ليعلمنا أمر دينه حديث الاعتمد عليه الصوفية وهو حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينا نحن ملوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج علينا رجل شديد وبيض الثياب شديد بالسواد الشعر لا يعرف أحده منا وليس علي أثر السفر فجاء حتى وضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخده كهيئة المتأدب يعني يتعلم السيد وسأله ما الإيمان ما الإسلام ما الإحسان وكلما يسأله يقول له أنه كذا فيقول صدقت فعجبنا كيف يسأله هو يصدقه حتى ما إذا ما قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يرى ثم سأله عن الساعة فقال من مسؤول عنها بأعلى من السائل قال فما علاماتها وأخذ المسلمون هذا الحديث لأنه قال أتدرون من هذا بعد من صرف قالوا من؟ قالوا قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم فأصبح عندنا تقسيم العلوم وتقسيم المكتبات على هذه الصفة علم التوحيد حتى يحفظ الإيمان علم الفقه وفرع عنه علم الأصول حتى يحفظ الإسلام علم التصوف حتى يحفظ الإحسان